اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين مملكة البحرين وسلطانة عمان الشقيقة والتي تستند الاسس راسخة وتشهد على الدوام تطورا في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من رعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة حفظهما الله وأشر سمو إلى الحرص على تنمية آفاق التعاون وتنسيق مع سلطانة عمان الشقيقة على كافة الأصعداء جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله بقصر الصخير اليوم أخيه صاحب السمو السيد ديزن بن هيثم آل سعيد بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين وذلك بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيسي مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين بالبلدين واشر سمو حفظه الله إلى حرص مملكة البحرين على الدفع بمسار العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يصهم في توفير المزيد من الفرص الواعدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح الجميع هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدبة غداء تكريما لأخيه صاحب السمو السيد دي يزن بن هيثم آل سعيد